هذا وأدل وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي برونو لومير بتصريحات تلفزيونية عقب انتهاء جلسة المباحثات التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بحضور عدد من الوزراء في الحكومة وأعضاء الوفد الفرنسي وأكد لومير أن نتائج مقابلته مع رئيس السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي كانت مثمرة وبناءة مشيرا إلى أن الاجتماعين يؤكدان وجود علاقات صداقة قوية للغاية بين مصر وفرنسا كما يحكس أن تمتع البلدين وارتباطهما بمستوى عال من التقارب